بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على الشرق المستلين نواصل اليوم في شابتار 2 نشوف المقطع الثالث نشوف فيه One Dimensional Heat Conduction Equation Consider Heat Conduction through a Large Plane Wall Large Plane Wall مثل مثلاً Wall of House بالWall لما يكون عندك مثلاً شدار منزل هذا نعتبره Large Plane Wall أو الغلاس في السنجل بان ويندو Metal Plate of Bottom Pressing Iron ولا Cast Iron Steam Pipe أو الإلكتريكال Resistance Wire Heat Conduction in this geometry في هذه الجيومتري and many other geometries can be approximated ممكن لك أن تقرر بهذا إيش لأنها تكون One Dimensional ماذا يعني One Dimensional؟ بحيث أنك تقول أنه تغير في درجة الحرارة يحصل في إتجاه واحد بس وهو One Dimensional Since Heat Conduction through this geometry is Dominant لماذا؟ لأنك تقول أنه Heat Conduction اللي في هذا الاتجاه أنها هي المتعلبة وهي السائدة Dominant وفي الاتجاهات الأخرى اللي هي X, Y axis و Z axis و كلها تقول أنها تكون نجلجة بالمهملة طبعاً نحن نتعامل هنا مع Rectangular cylindrical spherical coordinate أولاً نبدأ ب Large Plane Wall اللي هو Rectangular coordinate لاحظ فيه عندنا هذا البوكس الموجود عندنا هنا ونأخذ منه Volume Element Volume Element هذا هذا الجزئية منه Volume هذي اللي مساحتها طبعاً مساحت السطح هذي وبعدين السمك تبعه اللي هو Delta X هذا الـ Element أيش الـ Energy اللي داخلاله داخلاله Clue عند الـ X هنا عند الـ X Rate of Feed Conduction at X موجود عندنا هنا بعدين الطالعة من هذا الفوليوم اللي هي عند الـ X plus Delta X نسميها Q X plus Delta X لاحظ هنا coordinate هنا X زايد Delta X زايد الـ Heat generation inside this Element داخل الـ Heat اللي تم توليدها داخل هذا الـ Element إذا موجودة نسميها G dot Element وهذا طبعاً كله ينتج عنه Energy تتولد داخل هذا الـ Element بالنسبة للزمن أولاً ودنا نجيب كل واحد من هذا نعيد كتابة هذه المعادلة أولاً أشي هو الـ Energy اللي موجودة تساوي الـ Energy عند T plus Delta T زايداً ناقص الـ Energy عند T الـ Energy الطالعة الـ Energy الداخل M وتساوي MC هذه العلاقة أنتم عارفين MC عند مثلاً ممكن تقول T minus T1 لكن هنا عند T plus Delta T وهنا عند T الماس الماس معروفة أنها تساوي Volume في الـ Rho هذا اللي هو الكثافة تساوي الماس على الـ Volume طب الـ Rho هذه هي موجودة هذا الـ Volume الـ Volume دائماً يساوي المساحة مساحة هذا الـ Element الموجود عنده هنا مساحته هي هذا مساحة سطحه هي الـ A مضروبة في الـ Delta X اللي هي السماكة هذا هو الـ Volume تبع هذا الـ Element C اللي هي specific heat T plus Delta T minus T هذا ما عادرنا عادرنا بس Volume من الحال يلمس الـ G dot تساوي G مضروبة في الـ Volume قلنا لي المولدة داخل هذا الـ Volume والـ Volume والـ Volume قلنا لي هو A Delta X يلا نعوض عن هذه وهذه في هذه المعادلة 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 التي كانت موجودة عندنا هذه E ايش قيمتها؟ قلنا لي هي Rho A Delta X Delta T قسمناها على T والـ G هذه قلنا هي G dot A Delta X هنا نقسم على ايش؟ نقسم على A Delta X نقسم على A Delta X نقسم على A Delta X هتختفي من هنا هصير عندي هذه نقسم على A Delta X واحد على الـ Area بقيت عندي وهنا ما بقى عندي لا الـ Rho في هذه جزئية من المعادلة لكن لاحظ لما نأخذ الـ Delta X go to zero نحولها من الـ Delta إلى المشتقة مباشرة إذن لاحظ هنا كانت عندنا Q عند الـ X plus Delta X minus Q عند الـ X على Delta X هذي اللي هي ايش؟ اللي هي Delta المشتقة المشتقة تبع الـ Q dot على الـ X لكن ايش هي الـ Q dot هذي؟ معروف انه هي minus K A Delta X بالنسبة لهذه T plus Delta T على T هذي اللي هي مشتقة الـ Temperature بالنسبة للزمن إذن المعادلة كتبناها بطريقة جديدة لحظة المينوس هذا قعدنا كتابة المعادلة هذه المعادلة هي المعادلة في الحالة الجنرال الحالة العامة اللي لما تكون فيها الفارية بالـ Conductivity لما تكون الـ Conductivity متغيرة مع درجة الحرارة راحنا نخليها داخل المعادلة هنا داخل المشتقة لكن لما تكون constant conductivity فنحنا نطلعها لأنها ثابتة ما تتعلق بدرجة الحرارة نطلعها ونقسم عليها في الناحية الثانية صح؟ ونقسم الكل عليها ونقسم عليها ونقسم عليها ونقسم عليها ألفا ما هي الألفا لـ Thermal Diffusivity شفناها في الشابتر الماضي هذه القيمة على RCP على RCP هذه نسميها Thermal Diffusivity طب في عدة حالات لما نكون steady state قلنا أنه الزمن أنه الحرارة لا تتغير مع الزمن إذن هذه تساوي صفر تساوي صفر المعادلة هذه تغير طب لما يكون Transient معناها يتغير مع الزمن نعم لكن No Generation معناها إيش؟ الجيدوت هذه التي كانت عندي اختفت ما بقى إلا جزء هذا وجزء الأخير هذه اختفت أما لما يكون الاثنين مع بعض يعني steady وNo Generation فلا هذه تظهر ولا هذه تظهر في الصناعة مباشرة المعادلة هذه تساوي الصفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى